موسيقى يا الله أخوي أبو بكر الله يحييك على فضل إبو عبد ملزيو الحمد لله فضلا من الله خط عدتع ابناك نحن اللي وصلتنا هنيها تستاهل زوال طالب الله يطوي لأمرك خبرنا من أبو بكر يعني ريال يحب أنه يوصل فقافة للناس أو يوصل معرفة للناس ومتساهل جدا في موضوع المعرفة هذه وعراها أنه حق للناس حق المعرفة حق ممن حققت من أحد من المعرفة لا تشترط عليه فلوس ولا تشترط عليه مقابل ولا شيء مجهود هي لكن معرفة لأجل المعرفة لا هذا حق للناس جميل والله شوف يعني نحن أحد الأمور اللي خلتنا نحن ننطلق في عالم البودكاست هو موضوع المعرفة تبادل المعرفة ودوم في كل حلقة تقريبا نحن آخر كم من الحلقة نتكلم عن هذا الموضوع نقول سبحان الله عمر اللي نحن نسويه هذا الحين ونحطه على اليوتيوب ولا نحطه على سبوتيفاي ولا أي مواقع الثانية اللي نعرض فيها نحن الحلقات أطول عن عمر للإنسان صحيح يعني ممكن هذا الشيء هذا بني آدم كم يعيش؟ سبعين ثمانية أمية أمية وعشرين هذا ممكن يتم الموضوع هذا لألف سنة جدا صحيح لأن هذا موجود فسبحان الله ما في يعني أنا ما شوفها هاي من الأمور النبيلة اللي الإنسان يبتدي يعطي العلم اللي عنده بدون مقابل هو تعب على العلم هذا يتعب عشان يكتسب شوف فيديوهاتك أنا في في مواقع التواصل اللي عندك على الإنستغرام وغيرها يباله جهد يعني أنت تعبان على الكونتنت على المحتوى هذا ولكن تعطيه للناس بريف شارج بدون أي تكلفة من من الناس بناء يقول ليötو كيف كيف وضعت أبو Lives كان في 구 للمرشد وحفظك الشباب وينيبون قلت لنا التخصص الذي لا يسبب هذا الطريق اخذنا هذا أحسن شيء خذوا 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 بنظم معلمات الإدارية عندما خذت إدارة المشاريع الاستراتيجية لأن كان هذه الفترة إدارة المشاريع كانوا أكثر شيء الناس كانوا يعمل بم بي هذا فلان لديه شهادة بي ام كي هذا طويل فكانت الماجستير في إدارة المشاريع الاستراتيجية تعادل بم بي إذا كان لديك بم بي وإذا كان لديك مشاريع الاستراتيجية تعادل بم بي وأنا أخذتها من هاريتوات جامعة سكوتلندية في كاتيميتد بي حسنا فكانت معي الحمد لله وكانت البحث عن التوطين وهذا بعد أن أرجح قصة كل ميسر لم أخلقها لأن التوطين اليوم هو واحد من أعمدة الاستدامة بالنسبة للقطاع الخاص فلما قلت هذا البحث الآن أقول سبحان الله وفقني لهذا البحث سيكون مستبصر لهذا الجانب في مسؤولية الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص وماذا تفعل هذا البحث؟ كان في 2011 يعني كان في 2011 أنا أتخرج في 2011 من جامعة هاريتوات وبعدها طبعا قبط خط المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بجد بطريقة علمية فكان قرار الدكتوراه موجود من قبل عندما يتقرر الموضوع قلت لا أخرج عن هذا الموضوع أنا أحب أنه وأنا شايف نفسي فيه خلنا على الاستدامة في 2011، ما الذي يجعلك تقبل على هذا المجال؟ لأن اليوم يتحدث عن الاستدامة آخر ثلاث أربع سنوات يتحدث عن الاستدامة ولكن هذه الأيام قليلين يتحدث عن الاستدامة فما الذي تتجهك للاستدامة؟ نحن نعود إلى حقبة الهيئة الخير أبو عبد العزيز في كل الناس كل الناس تحب الخير تحب تطوّع وهذا الشيء كان موجود عندنا قبل يعني أنا أذكر من الأشياء بعد أن نعود إلى كل الموضوع أنا أذكر في 2009 كان عندي مغسلة سيارات كنت أنا أول جهة خاصة طبعاً، أنت في الجهات الخاصة تقول أن التصالات جهة خاصة وبقر جهة خاصة لكن ماهم جهات الخاصة كنت أول واحد أعطي إعفاء لذوي الهمم بشكل كامل كان أي ذوي همم يسوق أي كامل عاقد أو سيارة البيت تنقله وتيب وتوديه كنت أعطي السيارة غسيل مجاناً أسبوعياً بدون شيء ووقعت اتفاقية مع وزارة الشول الاجتماعية هذه الأيام كان اسمها قبل أن تتغير إلى وزارة المجتمع وكانت أيام وفي سليمان لا أعطي الصح والعافية ووقعتنا الاتفاقية وكانت على فكرة كان عندي بروشور وراديكم إياه فكاتب أنا كان عندي شخصية اسمها كاشخ في المخصل على أحساس أن كنت أعطي العروض من الشباب فمسمي الشخصية كاشخ على أحساس أنني الشباب ففي البروشور كاتب أن واحد أربيع كاشخ يقول له ما يعني مسؤولة اجتماعية؟ سمعته في مكان هذا الكلام في 2009 يقول الإفعاد هذا يتم يشرح المجتمعية الاجتماعية يعني طرح كوميدي يعني فهنا يربيع يخرج علامات استفاهم ومدرشوك أنه لم يفهم ويقول له وإلا أقول لك هو بالضبط لتسوي مخصلة نواصل كان يسمى المخصلة نواصل هذا جانب المسؤولة الاجتماعية يعني كان بساطة لكن أنا لم أكن أدرك أن الموضوع أعمق مجرد أنك تعطي عفاء الذي يهمه أو شيء في 2013 عندما عملت في الهيئة وهذه يعني تحية كبيرة للفترة التي عملناها في الهيئة يعني نحن نشكر هذه الفترة واحدة من الأشياء لأننا لما مسكنا لما مسكت إدارة التسويق ومعنا في قسم التسويق كان واحدة من المهام متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية مسؤولية الاجتماعية موضوع هذا يعني أنا قبل مدرعم فيها وعلى التطوع الذي كان في رعاية الأحداث التي كانت في الشارجة كانت في الهيئة الاجتماعية قبل أن تتبع للشرطة لا ينادي الثقة للمعاقين أيام بعد كان العاطيب العافية لا يوجد العصيمة قبل أن ينادي الثقة لا ينادي الثقة لا ينادي الثقة لا ينادي الثقة لا ينادي الثقة تطوع عقب هذا مسؤولية اجتماعية وقرأ المهام فحضرنا مؤتمر في 2013 الورش الناس تتكلم عن شيء يعني أنا يانس والموضوع هذا تعرف النشوة الداخلية هذه أنا 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 من 2013 فأنا كان لز опыт نحن من أن نحن أن نحن مؤسس أن أشترك لم خير دعم مطر الطائر لنا وقسم قام وعطانا ميزانية طبعا عقب يعني هادت هيك بس قسم وازال موجود يعني اسم الهوية المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بس انه تغيير لفكر المسؤولية الاجتماعية وشغل جميل وحلو عقب قبضت الخط الأكاديمي خلاص احيانا أكاديمي كتب مقالات مقالات سارت مقالات علمية ومحكمة مسكت على خط الدكتوراه فهذا هو يعني هاي الرحلة تشيطلعت معي مرة ثانية اقول كل ميسر لي ما خلق قلب ما باقولك انا والله كنت قاعد واحد خطط لا هي دخلت في مسار كذا نعم انا كانت عندي رؤية لشي معين كذا لكن هذه الجزء من المرونة كانت انه لما لقيت هذا الموضوع لقيت نفسي فيه اكثر قلت خلاص هذا هو هذا هو المستقبل صدق بو بكر انا اشوف دائما او دائما يعني معظم الوقات الامور اللي تستوي بدون تخطيط هاي اللي تنجح سبحان الله اللي بتتم انت تفكر وتخطط وتعصر افكارك وشو بسوي وابا كذا وابا كذا سبحان الله ما ما تهمشي الامور احس ما اعرف لكن ساعات الامور هذه اللي اي التفاحة اللي طاحت على راس نيوتن ما اظنى كان يالسناكوا يتريد تفاحة العراسة حد قائل سيريلس ايه احسن بغضن الله يقول القصة هاي صدقية ولكن احنا اللي سمعناها القصة هاي صح ولكن بشكل عام الامور اللي تستوي بدون تخطيط هاي اللي تمشي لان خطة ربانية بو عبد الازيز صح سبحان الله طريقة الهية طبعا يعني نحنا دائما ما نتطرق للأماكن العمل وغيرة في البودكاست ولكن للأمانة للأمانة هيئة الطرق والمواصلات قبل ما نبدأ تسجيل أقول لك هذا الكلام أقول العمل في هيئة الطرق والمواصلات مختلف مع كل احترامي أنا ويد بدلت أماكن وأشتغلت فيها أماكن مختلفة وكل مكان أضاف لي أكثر ما أنا أضفت أنا دوم أقول الأماكن التي أشتغلت فيها تعلمت فيها من أخواني وخواتي من المسؤولين هناك أكثر ما أنا أعطيتهم بس هيئة الطرق والمواصلات اللي تقدمه للموظفين أنا أقول أيحد يطلع من الارتية وموظفين هيئة طرق المواصلات كلهم هافي ديوتي هذي هافي ديوتي هذا وين ما بتحطها أو وين ما بتحطها هالموظفة هذه بتمشي الأمور وبتبدع وبيبدع فهي تطرق المواصلات يعني كلها الهيئة هذه كل الاحترام والتقدير وفعلا العمل في هيئة طرق المواصلات هذا وسامة صراحة على صدورنا كلنا أمانة الله يوفقهم نزين فأنت تقول يعني نوعا ما كان شيء هذا غير مخطط له نعم ودخلت أنت في عالم الاستدامة كانت هذه خطة معينة لكن هذه تشعيتها أجمل وأحلى وراكبة مع الأشياء اللي جت معاي نزين نشك فيها نحن لو نبوا نفهم الاستدامة اليوم اليوم نحن مثل ما أطلق سيدي اسمه الشيخ محمد بن زايد على عام 2023 عام الاستدامة صح كنا نرمس أنا ومحمد في الموضوع هذا فنقول نحن اليوم جانب من مسئولية نقل المعرفة مسئولية أننا نحن نحط محتوى بالعربي يفيد الناس على فكرة مجاسم أقول لك أدور أنا على السوشيال ميديا سبوتيفاي يوتيوب أدور حلقة بودكاست تتكلم عن الاستدامة بشكل خاص مثل ما نحن اليوم نتكلم عن الاستدامة وما حصلت هذا حين بعد نحن موضوع ضعف المحتوى العربي للأسف اللي كل حلقة نعيدها لس طوانة هاي ولكن هذا شي يعني يزعل يوم أنت أشوف ما عندك محتوى عربي خاصة في هالمجال تعال اكتب سستينيبيليتي بالانجليزي طلع لي فوق الثلاثة عشر بودكاست في حلقات يعني متعلقة بالسستينيبيليتي ولكن نحن نبتدي إن شاء الله والكل فيها الخير والبركة فخبرنا ببكر عن الاستدامة إذا تبتدي من فوق بعد عالميا وانت نازل لدولة الإمارات بعد بيكون أفضل وبيك حق تعريف الاستدامة وخلني بقولك حق تعريف الاستدامة بس عقبل برجع عياك على نقطة المحتوى العربي حين حنا لأن الاستدامة حسب مبسطها ودائما أضرب هذا المثل أقول لهم جميعا أنتم الآن عندما تذهبون مثلا رحلة مثلا تذهبون مثلا دعونا نقول البر مثلا أو سايرين مكان العادة تأخذون معاكم ماتلة تكافيكم عندما سايرين تقعدون يومين في البر تخيمون تقولون ماتلة تكافيكم ليومين مثلا يعني خاصة هذا مكان بعيد مثلا يعني مثلا حين الدنيا الحمد لله تفتحت شيئي لكن قبل لو تصبح مواكن ناس تقيد أو غيره تكون بعيد عنك أقرب مكان تشتري منه فتأخذ الشيء كافيك صحيح الفترة هذه أو الإعالية التي تستخدم فيها مواردك في هذا المكان لين ما تي مروح هذه الآلية بالضبط التي تتكلم عنها الاستدامة كلها أنك تضبط استخدامك للموارد التي تعطيك الأنس والراحة في المكان الذي تقعد فيه أنا اليوم وعندي موارد وحريص أن هذه موارد لا تتخلص قبل اليوم التي أرجع فيه يعني أنا اليوم مثلا نسأل نسأل قبل السراء مثلا خير في السراء فبشل معي كرتون ماي كرتون مدرشو على حسب الفترة التي أقعدها ويكون حريص أن هذا الكرتون يسدني لين آخر يوم بروح فيه صحيح لأن أنا لو استنزفت قبل آخر يوم ويوجد أين كم يوم سيكون ميت يوم مثلا صحيح صحيح فهني هذه فكرة الأساسية للاستدامة أنت موجود في هذا الكوكب بموارد هذه الموارد في جزء منها غير متجدد وأن تقعد في هذا المكان إلى فترة لا تعلمها فأنت مسؤول أن تتعامل مع هذه الموارد بحرص لأن لا تعرف كثير لأن لا تنضب عنك لأن لو نضب عنك ستتتوحق فالاستدامة اليوم وهذا أغلب التعريفات الموجودة أو هذا أك أشمل تعريف وطبعا هذا موجود في لجنة بوهترلان في سنة 1987 وقال هو أن تحافظ على موارد وأن تستهلك ها اليوم بدون تأثر على قدرة الناس البيتية بعدك على كذلك أن يكون عندها موارد يعني أنا اليوم سهلك ماء بس لا أجل استهلاك للماء يأثر على قدرة الناس بعد أن يكون عندها ماء عندي غذاء أستخدمه لكن لا أثير على قدرة الناس بعد أن يكون عندها غذاء هذا التعريف الأشمل طبعا كيف تعريف يعني أنا مثلا ما أقول الاستدامة استمرار الأثر الإيجابي أنا اليوم أثار بارد أثر إيجابي كيف استمر حافظ على الهوضع حافظ على ارتفاع درجة الحرار الذي هو الضبط الذي هو 24 أعمل صيانة لكي يستمر أكثر أقل من استخدامه لكي نحتفظ البرود لكي لا يخترب فترات طويلة الكهرباء التي تورد لها مثلا كيف التعامل معها بطريقة أنها في يوم لا تنظب لأنها تحفظ الموارد التي لديك وتتعامل معها بحرص لأنها قد تنظب فدائما تتعامل معها بحرص لأنها غلطتها في يوم من الأيام نحن تعاملنا مرة مع الموارد وعبدالعزيز التي لدينا كأنك تتعامل هذا في حديث النبي صلى الله سلم أو رواية صلى الله سلم كان في أغلب الرواية أنها كانت في غزوة طائف فنعف السلام يوزع الغنائم فهي واحد عرابي فشاف رسول السلام يوزع الغنائم كان يقول يا رسول الله يعطنا من الغنائم هذه ورسول السلام قال نصيب رسول السلام من هذه الغزوة يقول أن دبش من كثرت في وادي فقال تشوف الدبش في الوادي هنلك العرابي لم يصدق يعني من يعطي دبش يقول لماذا وصل فشو قال قال إن محمد يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر نحن تعاملنا مع موارد الأرض كأنها لا تتخلص أحيط واغنة وليس لا تتخلص لا تتنفذ لأنها تتضرر يعني لا تتنقص حتى جودتها تتنقص فقمنا رفعنا العلم الأحمر و لازم نكبح جماحنا عن هذا الموضوع ونتعامل معها الموارد بمسؤولية لأنها احتمال تخلص واحتمال لا تستمر لك أنت عبد العزيز في السنوات الآية أو لعيالك الصح والعافية حفظهم للأجال القادمة الموضوع هذا متى بدأ مع الثورة الصناعية بالضبط هو بدأ بالضبط أول ما بدأ هذا الموضوع بدأ موضوع بي إي بي بحث لأن في أيام الثورة الصناعية اكتشفنا نفس الشي أننا وطلع البترول وستارسل وقد تخترب في تلوث في غيره في مبعاثات في حرارة الأرض ترتفع فأول ما طلع هذا المصطلح كان مرتبط بالقطاع الخاص ومرتبط بالبيئة فقط نتحدث عن بيئة ممتاز بعد قليل اكتشفوا أن الموضوع البيئة ليس براكب ومبواقف لأن الموضوع له دعامات ثانية هي تؤثر على البيئة والبيئة تؤثر عليها وهذا أغلب المحاور كل حد يتكلم عن الاستدامة يجب أن يطلع لك المحاور الثلاثة وهي مجتمع وبيئة واقتصاد وكل واحد فيها يؤثر على الآخر مجتمع بيئة بيئة واقتصاد مرات بيئة مرات كوكب يقولون مرات اقتصاد مرات ربح ومرات مجتمع ومرات ناس أيام ما كانت المسميات هاي المحاور الثلاثة اللي يتأثرون هم هاي المحاور الثلاثة بدأت الفكرة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص البيئية. بعد ما اكتشفوا الموضوع؟ لا، أبعد عن البيئة. يعني اكتشفوا بابد العزيز أن البيئة المحافظة البيئة لا تؤدي لها استدامة. لا تؤدي لها تنمية مستدامة. وعقب صار التفكير وصار البحث. نحن كبشرية واكتشفنا لا. هناك أمور ثانية تتعلق بالاقتصاد. يجب أن تحدث في نفس الوقت. لا تعال، هناك أمور ثانية تتعلق بالبشر. يجب أن تكون كذلك لكي تكتمل الصورة ويصير استدامة. يوم تقول بو بكر أمور متعلقة بالاقتصاد. حسنا، كيف سيكون التأثير؟ يعني أنا لكي أن نعش الاقتصاد، سيكون هناك تأثير. هذا الذي واضح، الثورة الصناعية نتكلم عنها. نحن كانوا ينعشون الاقتصاد، بدأوا في موضوع الصناعة وغيرها. فأصبح أثر سلبي على البيئة. حسنا، هل بموضوع الاستدامة ممكن أن يكون هناك نمو اقتصادي وفي نفس الوقت لا تتأثر البيئة وتكون هناك استدامة؟ هذا الشرط. النمو الاقتصادي لا يؤثر لا على البيئة ولا على المجتمع. لا لدي مشكلة تعمل فلوس. لا لدي مشكلة تنتج خدماته وكل حاجة. لكن مصلحتك أو حريتك الصناعية هذه تقف عندما تؤثر على البيئة وتؤثر على المجتمع. أنت هنا لازم توقف. لا لدينا مشكلة. أفعل أرباح. يعني اليوم نحن من المصطلحات الحلوة دائما نستخدمها في القطاع الخاص. نقول لي ما يهمنا كيف تصرف فلوسك. يهمنا كيف سويت فلوسك. يعني أنت نميت اقتصاديا قويت وستويت واحدة من أكبر الشركات في العالم رأس مالك حلو ما لدينا مشكلة. ثانين شفت في الوضع تحت كيف صاير بيئيا أنشطك وعملياتك اللي وصلت حجم الشركة هذه لهالضخامة كيف كانت؟ كيف تأثيرها على البيئة؟ كيف تأثيرها على الناس؟ أنت كان لك دور في تنمية المجتمع اللي أنت قاعد تاخذ من موارد وقاعد تقوه وتطلع فوق. وأنا أنت قاعد تتجب عرقاب الناس وتطلع. لا، هذه اكتشفنا الآن أن اقتصاد زائف. وين اكتشف؟ في الأزمات. يعني كانت تيني الأزمات وهذه فيها بعوث علمية. وأنا سويت فيها ورقة علمية. أن في كوفيد كان. لما أنت الأزمات تبين لك قوة الاقتصادات اللي كانت تراعي البيئة والمجتمع. هذه الشركات الصمدت. ليش؟ لأن كانت مراعية البيئة ومراعية المجتمع فالمجتمع حابنها ومقدرنها. فلما انتيت الأزمة لقوا المجتمع ملتف حواليها. ليس لديك مشكلة. هذه الذكرة من ضمن الأمور اللي كانت تذكر. أذكرها أنا في 2008. نعم. الأزمة العالمية. نعم. كانت أكبر أزمة. يعني نحن في المنطقة صحيح أن العالم مر بأكثر من 13-14 أزمة اقتصادية. صحيح. نعم. نعم. أما الناس أو الشركات اللي شغالين صح. نعم. 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 أما أنت من علاقات. كان الشركات عاملات تبني المسؤولية الاجتماعية بابدالعزيز تصوير نفس الرباط بينهم بين المجتمع بشكل ما تتخيل. تصوير المجتمع حامل الشركة. أردت سأتحدث. أبا عالميا تقول لي كيف تعامل هذه العملية، أنا أريد النبو بني المحور الاقتصادي. حال. اليوم يعني اسمح لي الشركات هذه. يعني معظم الشركات الكبيرة هذه اللي تدير العالم اللي نحن نشوفها كعامة الناس نشوفها همهم الفلوس يعني همهم كيف سهمهم في السوق كيف أداءهم المالي شو البروفيت مالهم لهذه السنة فكيف تضبط العملية المتعلقة بالاستدامة وتأثيرهم على البيئة وغيرها كيف عالميا كيف تدار هذه العملية طيب هو اللي صاير أنه على مستوى العالم حاليا يعني خلنا نتكلم من قبل كورونا بشوي صار أن في المستثمرين على المستوى العالم قاموا يعيدون حساباتهم مع الشركات المستثمرين فيها ويشوفون اش كثرة هذه الشركات عندها ممارسات مستدامة منو هذي له؟ مستثمرين حول العالم مستثمرين ويقرأ تقارير الإي أس جي صادر منها وهي تقارير حوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إي أس جي إي أس جي هذه التقارير تصدر عن الشركات وتبين الأداء الممارسات الاستدامة الموجودة داخل الشركة لماذا؟ نرجع حقلنا كيف الأزمات كانت تنهار الشركات التعبانة اللي ما عندها بنية مستدامة قوية فصار اليوم المستثمر قال لا أبو يا تعال أنا أبو أحط فلوسي في مكان آمن ما ينهار كلمة يتعزم الشركة طاحت وسهمها طاحت وسكرت وقال لي نحن براي مني بلوك بايزات لا أبو يا فلقوا أن الشركات اللي عندها مسؤولية اجتماعية واستدامة قوية وقال لك لا أبو يا عيل أنا الآن اللي بوصل أموالي حشان أحط فلوسي أنتش كثر ملتزم بالاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هذا الآن فترة الأخيرة صار هذا خلنا نقول منحنة يديد في الحالم وصار فيه زخم صار فيه زخم حول تقارير الاس جي فيه حديث ما فيه شركة لازم تكون تصدر الاس جي حتى اليوم نتكلم عن المستوى المحلي صار الزام هذا تقريبا ممكن من خمس سنوات ما تحضرني بالفترة عندنا في سوق أوراق المالية دبي سوق أوراق المالية عفوان في بوظبي وسوق دبي المالي صار الزام للشركات المدرجة لازم يكون لديك تقارير الاس جي لان خلاص هذا صار مطلب عالمي المستثمر والمتداول لازم يشوف شركة أرجع لك حكشوبه عبدالعزيز الأمان أنا أبا أأمن على فلوسي فمع الزمن اكتشف المستثمر ان الشركات اللي عندها مسؤولية اجتماعية هي قادرة على الصمود فضامن فلوسه تمام؟ أحين هي لما قلنا نحن ثروة ثورة صناعية والأمور هذي كلها اللي صارت وبدأت القصة الاستدامة ومارستدامة بالبداية ما كان موضوع مقنع وي ترى للناس للناس مستثمرين كستمرز عامة الناس لكن مثل ما تفضلت هي دائما الله عز وجل يقدر أقتار تصحح مسار الأحل فكانت الأزمات التي هي تصحح مسار القطاعات الأعمال لأن مع الأزمات الأزمات يبين من الأقوى أقوى على أساس بيئي واجتماعي وحوكمة شركات فهذا هني بلور الموضوع أكثر ولا قبل لا كان صعب يعني أنا أذكر أغلب الفيديوهات الجديمة اليوم التي تتكلم عن المحتوى الإنجليزي سوف أعود أقوى كل يحاول يقنع دعنا نقول المجلس الإدارة ويقنعها جمعة مسؤولية اجتماعية الله يجب عليكم نستثمر في أنظمة نظيفة طاقة وغير وغير صعب لماذا؟ لأن الاستدامة قائمة على أثر ليس نتيجة حسنا والأثر هذا هو أثر غالباً لا ترى اليوم طويل طويل فصعب اليوم أنا يقنع مجلس إدارة وراءه يقول له أنا صارف 10 مليون حق أشتري نظام إعادة تدوير أو نظام مثلا إدارة نفايات تعاقدت مع شركة نفايات يقول لي طيب أين التعاوني أين العائد على الاستثمار أقول أصبر 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 20 سنة يقول لأبي أنا حين مساهمين يبوني فلوسهم صعب جداً أنك تقنع لكن هذا الفكر تغير في فترة الأخيرة مثل ما قلنا لماذا؟ لأن الأزمات التي تطبطب على رؤوس الشركات شاهد المستثمر لا أبي مساهم شاهد أن لا المساهم أنا لا تتكلم عن مضارب أنا تتكلم عن مساهم في شركة ويبقى فلوس من وراها لا شاهد الشركة الملتزمة لا شركة قاعدة فهنا تغير الوضع أقول لك قبل كان صعب نقنع الناس ونقول يا جماعة الخير ترى على البعد مدى البعيد وهذه كلها مثبتة ترى أن الشركات اللي عندها مسؤولية اجتماعية والتزام مجتمعي خلال ثلاثة إلى أربع سنوات أرباحك أربع في المية زيادة عن الشركات الثانية مو أنت مرتاح نرجع حق البناء العلاقة بين المجتمع والبيئة أنت تبني تبني علاقة قوية ترى وهذا الفكر اليوم الفكر اليوم اللغة تغيرت يقول لك أصنع قيمة بعدين فكر في فلوس صحيح القيمة هذه عبارة عن عبارة عن الناس من يقدر القيمة من يقول هذه قيمة المستهلك الشركاء مالك فمعنات أنت تبني مسؤولية تجاه شركائك وهذه المسألة ترجع عليك بقوتك وهنا معنات أنت قويت فهنا بدأوا يقتنعون هذه مسألة صارت جميلة وبسيطة والناس قام تأخذها وما عادت حتى أتابع الأمور متعلقة بالتغير المناخ والتغيير المناخ كلها في البودكاستات الأجنبية نعم ما زال اليوم هناك فئة كبيرة تشكك في هذا الموضوع وتقول أن هذا موضوع مؤامرة مؤامرة ومؤامرة ومؤامرة والغور هو الذي ظهر بهذا الموضوع أجندات سياسية أجندات سياسية صادية يبقون يبيعون أغراضهم ولكن بفعل لكن سبحان الله يوم عن يوم أنت مع الوقت تبدأ أن هذا الموضوع الذي كان يتحدث عنه في 2009 يقول لك هذه الفئة كما تتقل مثلا يقول لك هذا موضوع أخر سأل عنه موضوع تغير المناخ نعم حسنا قبل أن نذكر هذا المثال ما هي علاقة التغير المناخ بالتغير الزائد حسب نعرف الربط بين الاستدام والتغير بعبدالعزيز دعونا نرى ما هو التغير المناخ كيف سائر حسب نعرف الجذر هذا التغير المناخ هو عبارة عن نتيجة لاختلال الأنظمة الكرة الأرضية بناء على تركز لغازات معينة في الغلاف الجوي هذه الغازات سببت ارتفاع درجة حرارة الأرض بناء على ارتفاع درجة حرارة الأرض تغير الأنظمة البيئية وبدأت تعمل هذه المشاكل كلها الآن الغازات المتركزة التي تقبض الحرارة من أين يوجد هي أساسا ثانيكسيدو كربون الميثان البقاء حتى اسمهم طويل وليس لا يوجد طويل عقودتهم المهم حوالي سمطويل لا أقول لأن هناك سمطويل وليس تبصد على رأس لأنني لا أريد يعمل محمد لدينا الأسامي تحت تبعت ذلك كيف أقول لك أسمع الغاز تبعت تحت فهي خمسة غازات هؤلاء 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 في الجو ويسببون ارتفاع درجة الحرارة هذه الغازات من أين تي تي من مسألتين تي من عمليات الصناعية وتي من النفايات كلمت حلو فكثرت النفايات ونحن ما قاعدين نعالجها بطريقة صحيحة قاعد تنتج أهم غاز يطلع من النفايات الميثان غاز الميثان وهو أحد غازات الاحتباس الحراري فهذا الغاز يطلع من أي نوع من النفايات غالبا النفايات العوضية بالذات وعلى فكرة حتى ترى الأبقار وتربية الأبقار تنتج نفايات تنتج ميثان البقرة نفسها تظهر ميثان كرمت حسنا 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 هذه المعلومات لم يكن المواشي ومع البعثات كبيرة الآن هذه جزئية من النفايات كرمت وجزئية من عمليات الإنتاج وهو استخدام الطاقة الحيوية ينتج عنها كسيد الكربون فالحين هناك أنشطة إنتاج تنتج غازات دفيئة ونفايات التي ناتج عن هذا الإنتاج وهو النفايات الأخيرة تظهر كذلك تسبب غازات دفيئة تظهر في الجو ما يعني دفيئة دفيئة لأنها حارة من الدفئة يسمونها احتباس حراري غازات دفيئة أو غازات الاحتباس الحراري يعني غازات دفيئة لأنها تسهم في رفع درجة دافئة من خصائصها بو عبد العزيز أنها إذا تكون الحرارة تكوّدها تقبضها هذه طبيعة الغازات تخيل أنها مثلا في غلوف هذه الغرفة مثلا لو ترسل بإثاني كرمونية حرارة تقبض الحرارة حرارة تقبض الغرب تصل إلى الأموال النهاية الآن لو تقبض سيارت في الصيف ويومية تقبض فيها تقبض حرارة نعم حرارة تقبض تقبض حرارة هذا يحدث بالضبط لأن الغازات تكبض الحرارة خصائصها لذلك نسميها الغازات احتباس الحرارة أو الغازات الدفيئة من الدفئة الآن هذه تتلقفه وترفع درجة حرارة الأرض الغلاف الجوي ترتفع بناء عليه تؤثر على التنوع البيولوجي والحيوي في الحياة لأن الكائنات الله خالق هذا يكون بنظام وهذا النظام متعود على درجات حرارة معينة اختلال درجات الحرارة خل بطل الأنظمة الحيوية تضيع أسيب أعش أكتع كلامك سامحني مثلا من يقول الدنيا من استوت ودرجة الحرارة تتغير صح ما يستوي أو نحن غير عن السابق صح أنا من الأشياء التي تتكلم عنها تتكلم عن التغيير المناخ ويثني هذه الملاحظة ويقول لي هذي دورة طبيعية للحياة وكل شيء وكذا أقول لي على رأسي أنا لا أدخل معك في نقاش والمؤامرة وهذه الأمور التي يقولونها كثير عن موضوع التغيير المناخ وإن أجندات وكذا لكن أقول لك أن اليوم الذي يحدث هو باتفاق الكل هو غير طبيعي يعني أنت حتى لو قلت لي والله هذا تغير طبيعي للأرض سأقول جميل لكن نحن نعيش في تسارع لهذا التغير التسارع الذي الكرة الأرضية لا يستطيع أن تتماشى معاه قبل كان فيه تغير للمناخ والطبيعة قادرة أن تتكيف مع هذا التغير حلو أما الآن كأثر لأن النشاط البشري المتسارع وعدد السكان الكبير والإنتاج المتزاخم هذا الذي يحدث والنفايات البخمة التي تنتج فصارت تسارع في التغير هذا لدرجة أن الأرض لم تتداركه لم تداركه لم تداركه تخطبه ذكر هذه المعلومة أذكر في مقابلة لم يحضرني اسم العالم الذي يتكلم أهل الجزيرة قال مثل ما تتفضل قال المشكلة هي تسريع عملية التغير هذا الذي يستويه في المناخ ولمناخ دائما متغير ويتغير على مر العصور آلاف وآلاف السنين تغير درجات الحرارة ولكن التسريع هذا الذي يستويه بعد ما ذكر لم يحضرني اسمه بس تكلم قال عن التغيير الذي استويه في آخر ثلاث عقود يعادل التغيير الذي استويه في تاريخ الكرة الأرضية صح تخيل درجات الحرارة نحن رصدنا درجات حرارة في 2006 و2016 و2010 إلى 2015 درجات حرارة من بدين نقص درجات الحرارة لم يكن وصلت إلى هذا فهي تسارع حتى اليوم يقول طبيعة لا يوجد طبيعة لكن الآن نحن 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 نتسارع في التغير وهذا التسارع نحن نستطيع 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 ونستطيع نستطيع فهي تستطيع الاختلال هذا طيب كيف نربط هذا الموضوع بالاستدامة نرجح القصة الأولية وقلنا المصانع اشتغلت إذا المصانع كانت تراعي في عمليات انتاجها وأنشطتها التحول إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة لقللنا انبعاثات الغازات الدفئة في عمليات الانتاجة وإذا كانت هذه المؤسسات أو المنظمات قادرة أو عندها في بالها إدارة النفايات والتدوير والأمور هذه كلها لقللنا نفايات التي تنتج كذلك غازات دفئة فبذلك نحن سيطر على التغير المناخي بهذه الطريقة صيرة فالربط بين الاستدامة والتغير المناخي أن التغير المناخي ناتج عن عمليات سواء كانت الانتاج والتشغيلية هذه كلها أو الاستهلاك وناتج عن النفايات التي هي جزء من الاستهلاك فعشان نحن نتدارك الموضوع لازم يكون فيه التزام من المنظمات قطاع الأعمال قطاع الخاص قطاع الحكوم أي منظمة التي تشتغل وتنتج في المعتجمع حتى الإنسان نفسك فرد أنك أنت تضبط عمليات الانتاج والاستهلاك هذه وتقلل النفايات حشان ما تنتج غازات الاعتباس الحراري نسيطر عليها ونخففها ونقلل نقدر نتدارك درجة حرارة الأرض ونرجع حق الفضل ووضع الطبيعي هذا أملنا الآن والذي يشرف على هذه العملية أن يكون طرف محايد مثلا لا يشوف راعي الشركة يقول أن هذا يضر بأعمالي لا يباني أربح حلوة أرجعك حق ESG التي تكلمت عنها قبل قبل واحدة من مشروط ESG أو من جماليات ESG ومن قيمها أنه يجب يصادق على كلامك طرف ثالث يعني يعني اليوم أنا أصدر تقرير ESG هذا التقرير أنا كمستثمر إذا لم تفتحت وحصلت شركة طرف ثالث مثل ما أنت قلت ودققة على الكلام هذا وعاطية عليه أنه والله نحن دققنا على هذا الكلام لقالت شركة X وهو كلام صحيح وهم فعلا شغالين على خطة لتحديد الإنبعاثات وحياة الخير بوني وإنجارة النفايات ما لا اعتبار ترى ما لا قيمة لأن مثل ما أنت قلت إذا ما كان فيه طرف ثالث يصادق على كلامك ما لا قيمة كلامك أنا أعطيك أرجع وراء إذا أنت ما قاعد تفصح أصلا ما عندك الشجاعة أنك تفصح وهذه واحدة من الأشياء التي قاعدين نواجهها اليوم أنه ما زال فيه شركات كثيرة حتى لو تفصح يا ريال تقول يعني يتنطق التلمة يقول حرفي ويسكت يا ريال قول أنت شو قاعد تسوي وين وصلت شو خطتك بق بق ويسكت لا نبه تقرير نبه تقرير نبه نعرش ما يحدث داخل الشركة سواء المجتمع أو سواء المستثمر من حقها يعني أصحاب المصلحة اليوم من حقهم اليوم لماذا تدخل في معزل ونرجع ما قلت لك لماذا تدخل في معزل وتسوي فلوس ونحن لا نعرف كيف تسوي فلوس نحن 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 الإفساح هذا يقول أنت كيف تعمل فلوس أنت على حسابك في أكثر عن تقرير ناقشت نعم والحيئة قبل بعد وجمارك أكثر للتقليل سلطق على طريق النفايات سبحان الله قبل سبوع الإطاف نعم كنا نحن في مؤتمر المركبات الكهربائية برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية إيبس اسم المعرض فمن ضمن الأمور التي كانت تناقش في البنال ديسكوشن زينا موضوع إعادة التدوير أو أنت هاي السيارات الكهربائية بطاريات ليثيوم هاي بطاريات ليثيوم فأنت الحين يقول لك في أكثر عن جانب أو أكثر عن محور يتكلمون عننا فيقول لك مثلا في جانب أقبال الناس على أنهم يشترون سيارة سيغير من سيارة بترول إلى سيارة كهرباء هذا التحدي بعدين موضوع البنية التحتية واستيعابها للطلب شو اللي يقبل حين شو اللهم حين نجهز لبنية تحتية ولا أخلي يقبل على السيارة هذا تكلم عنه ولكن يوم حق الجزئية الثالثة واللي هي قد تكون اللي فيها أكثر تحديات من الاثنين اللي طريناهم هذي لهم موضوع إعادة التدوير شو بتسوي البطارية عمرها سبع إلى ثمان سنوات صحيح شو بتسوي بعدين والليثيوم معدن مبسيط معدن مبسيط شو تأثير الاستدامة أو مدى أهمية الاستدامة في موضوع إعادة التدوير أو التعامل مع بطاريات سيارات الكهرباء في المستقبل أحين نحن لما نتعامل إذا أرجع لك وأقول لك في البداية لما بدت الثروة الصناعية كان موضوع بي أبس عقب قلنا لا بي أبروح ما تأتشب نحن لقينا أنه في عوامل ثانية عقب قلنا اقتصاد وقلنا المجتمع حين هذه كذلك لما نسقطها على موضوع إبو عبد العزيز موضوع سيارات الكهربائية نحن كذلك لما ننظر لهذا الخيار ننظر له من 360 درجة خلنا نقول من كل محاور الاستدامة على فكرة إبو عبد العزيز هذه وحدة من أهميات أو معايير أني أسمي أي مشروع أو أسمي أي منظمة هي مستدامة أو مشروع مستدام لازم يراعي 360 درجة البيئة والمجتمع والاقتصاد يعني أنت اليوم لو قابض هذا المشروع مالك بيسبب لك نمو اقتصادي ويدمر لك البيئة ويؤذي المجتمع عفوا هذا مستدام اليوم إذا أنت عندك مشروع بيحسن حياة الناس لكن بيضرف البيئة وبيلعن الاختصاد ويغرب الاختصاد ما يفعل والله إذا أنت عندك مشروع هذا زين حق البيئة والأمورها تمام ويؤذي الناس مثلا ويؤثر على صحة الناس مثلا بطريقة ما وفي نفس الوقت يؤثر الاقتصاد لا ينقبل فالنمو حق موضوع السيارات الكهربائية التي قصة التي قلتها نحن اليوم طيب هذه حلوة على فكرة تنتاج البطاريات الليثيوم في مرحلة الإنتاج هي تنتج غازات في نكسيد الكربون بعثات كربونية أكثر من السيارات العادية صناعة البطاريات الليثيوم نفسها فاليوم الرحلة طبعا هي في الأخير قطعا سيارة الكهربائية بمجملها هي أفضل عن سيارة البترون وحسبناها مرة حسبة شدة قلنا سنويا تقريبا نصف بعثات كربونية أقل متى تحقق السيارة الكهربائية خلنا نقول أهدافها بشكل أكبر يوم تشحن بان طريق طاقة بتيلة لأن إلى الآن طاقة حيوية ولم نقوم بعمل ولم نقوم بعمل فمتى تصل وانقل التأثير ولكن بعد ما زلت أنت في نوع من الأثر السلبي لكن متى يصل لأقصى درجة إيجابية لما كذلك تتعبئ لكن يظل مرحلة تصنيع بطاريات الليثيوم هي مرحلة كذلك فيها مبعاثات كربونية عالية والجزئية ثانية تفضلت فيها إعادة تدوير هذا المنتج هذا المنتج لمن يروح وين يروح الليثيامسام طيب هذا وين يروح وكيف أنت تتعامل معه أنت اليوم لو رحت حق نحن في الأخير كل حل هو مشكلة جديدة فأنت لازم مع المشكلة من الآن نحن نتعلم كبشرية فإن الآن من الآن دامني بقدم حل لازم أقيس المشكلة التي تصير وأركبها حل معها وفعلا هذا يحدث اليوم يعني اليوم مباشرة أنا أعرف في شركات عالمية كثيرة صار عندها مصانع لإعادة تدوير بطاريات اليثير مباشرة لأن هذا الحل للمشكلة هذه اللي هي أصلا هذه حل كانت اللي هو نخلي الناس تروح من البترول وتروح حق السيارات فهنها الدائرة كيف نظلق أننا كيف نقل المبعاثات الكاربونية بتصنيع اللي فيها من نفسه في حالة أننا قدرنا نروح لقصة إعادة تدوير لأن إعادة تدوير عادة تقريبا 20% أقل من 80% لما يكون تتأخذ المادة الخام من أول يديد يعني أي عملية استخدام الموارد أي عملية استخراج الموارد خام وتخالها في الإنتاج دعنا نقول أنك تقريبا نسبة الانبعاثات الكاربونية فيها 8% مقارنة في 20% إذا تجيب المادة من إعادة التدوير فدائما إعادة التدوير هي أفضل وهذا اليوم نتكلم عن اقتصاد الدائري فإن هي كيف أن تدخل هذه المواد مرة ثانية بدلا أن تذهب حرف الأرض وطلع من أول يديد مواد دخام وتدخلها في خط تصنيع شركة ألمانية وعاشية كانت تذكر جزئية إعادة تدوير للبطاريات بعد في المؤتمر ضمن الفانل فكانت تقول نحن في مرحلة أول مرحلة للموضوع عادة تدوير البطاريات نأخذ البطارية بالمعنى البسيط نبطلها قطع ونأخذ الأجزاء الصالحة منها ونعيد استخدامها وباقي يكمل بس بها البساطة بطل القطع هذه في البطارية والله أقدر هل أرغي هذا زين هل قطعة هاي شغالة هذه ممكن نعيد استخدامها ونعيد استخدامها ونستخدم الأمور تكون طيبة بالضبط الآن اقتصاد دائرة قائم عشوب عبد العزيز أن الذي صنع البطارية نفسه يصنعها على طريقة قابلة لإعادة تدوير حتى من هذا الشخص الشركة الذي تقبض إعادة تدوير يكون وضع جدا سهل عليها فأقلل عليها التكاليف وحد المشاكل إعادة بطاريات جاهزة يحتاج مورد أنا لا أصنع لا يشتري مني هذا اليوم حالها في البلاستيك نحن في دولة الإمارات حالها عن طريق الريبوت اكس شركة انطلقت من سنة مسكتها خط المنصوري هذه مسكة خط البلاستيك ما فكرتها فكرتها تخلق حلقة توصل بين البايع والمشتري بين مورد والمستهلك البلاستيك يعني حينما أنا أخبر التدوير أين يبقى النفايات البلاستيك فهذه الريبوت اكس تريد أن يورد البلاستيك خام المستهلك وتقول لك بعد أن تعيد التدوير إلى حبيبات أنا أريد أن اشتري منك جميل أحيان عندي الريبوت اكس من القصص النجاح التي نفتخرب في دولة الإمارات هذه منصة عالمية ريبوون اكس تريد المنصوري هذه الشركة تقريبا في وعالمية وعالمية يعني اليوم أنا ممكن في البرازيل أدخل المنصة هذه وأشتري من الشخص في الصين ويتورد يوصل للبلاستيك ويعيد استخدامه مثل هذه الأنشطة كيف تقاس كيف كيف تقاس قصدك أن على البيئة مثلا نحن كم حجم الشركات التي أخذت النفايات حجم النفايات هذا لا حجم النفايات تسمونها أو البر مثلا أو لم يحدث لأن ما هي المشكلة؟ هناك جزء منها كان يحرق النفايات وهذا مشكلة وهناك جزء مثلا يدخل وفي جزء منها حين بدأ يجمعها أين تذهب النخير هل تتطرق في الأرض لا تتحلل أو ما نفعلها مثلا وهذه مشكلة مؤرقة اليوم إعادة التدوير هي حل البلديات كذلك لأن كنت مشكلة تخيل كم طن نفايات تتحلل 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 موضوع البلاستيك أو النفايات تتحلل السيارات اليوم تتحلل البلاستيك في السيارة والحديد والنحاس هذا موضوع يبقى شغل المشكلة هناك القطعة الجديدة أرخص وليس لا يوجد قانون أن يجب 20% أو 30% من شغلك أرخص من ناحية أنه يبالجهد يبالجهد ويطلع ويبطل هذا أسئل أرخص هل يتغسده وعلى فكرة هذا الشغل ما زال في العنصر البشري كثير ما كان يضعون في آلات لا يوجد فايدة يقول لا لا يجب عين بشرية الفصل هذا يجب عين بشرية وبالأخص البلاستيك لأن يدخل في مراحل هذه مرحلة النفايات كرمت من البداية هذه تقلل من تكاليف إعادة تدوير بمبالغ طائلة لأن مجرد العزل البسيط هذا وحتى كانت لقاء مع مريم المنصوري فكانت تقول ليس بس أنك تفرد دبه لا لا بطل اللغطاء بروحها وبطل اللابل على الدبه بروحها لأن كل هذا نوع مختلف وكل واحد يعالج بطريق مختلفة سبحان الله نحن نرى عمارنا متعلمين وفاهمين التنية وكذلك ساعات الأكبار ساعات الأكبار على قلة تحصيلهم الأكاديمي ولكن ساعات إلا لا يطلعون لك بشيء صح والله أذكر هذه السالفة أذكر الوالدة التي يحفظها كان تقول سأخبركم هذه الزبالة يوم منعقها نحن الآن هي ظاهر خطفة نحن بيتنا في الطوار زاهم الله خير البلدية وضعوا إعادة تدوير فالظاهر هي سألة ما هذا يقول هذا مال التدوير سأخبرونها المساعدة والبشاكير في البيت هل سأخبرونها فأنت سأخبرون نحن هذه دباب الماء لأننا لماذا لا نضعهم في الزبالة كرمت يعني نعزلهم بلاستيك قلت يا الله يا شوار طيب نحن أنا في بالي قلت أوكي خلاص عن خاطرها بنسوي للأمانة الموضوع لا في بالي كم دبت بلاستيك كم دبت بلاستيك استغربت ينا حطينا كرمت عند الزبالة في البيت حطينا شي طرام قلنا هذا بس حق البلاستيك وأنا كل يوم أطلع يوم بمر أدخل القراج أشوف الصندوق هذا اللي محدود واشوف كيف عباني وقلت رسم الصورة في بالي أنا أقول هذا لحين نحن بس بيتي أنا هذا وإذا البيت اللي عندي وإذا الفريج كل شي يسوى ترى في أثر كبير والله قامت البوكسات تتعب وتتعب وتتعب أقول والله هذا شي نحن كنا غافلين أنا لم أكد متوقع حين تصعبت لسالفة أكثر تقول لي الغطاء والبلاستيك نزين هناك أنواع من البلاستيك نعم هناك ست أنواع أسوأ نوع P-V-C هذا مالبابات الماء نعم هذا ما الفرق بينهم كل واحد لدي تركيبة مختلفة وكل واحد طريقة تعاد تدويرها لها تقنية مختلفة وعلى فكرة هناك شركات متخصصة في أنواع معينة يعني موبيليا لا يمكن كل حد يفعل كل حد لا ستة نوع ستة نوع وكل نوع لها طريقة معالجة مختلفة يعني أنت لا تتعقم كلها في مكان واحد كما تقول معالجة ما هي معالجة هي أنت ترجع موات دخام ترجع بحبيبات إذا أردتك حرارة إذا أردتك أولا تدخلون ينففون طبعا من الصالونة وإن نصل بيرقر ومتشوها الدنيا كلها موضوع موكلف غير أنك أولا تكرمت النوايات وقم بطل وقم بطل أخرج وقم بطل لابل بروحة وقم بطل الدب بروحة هذا مرحلة غسلة ونظفة ومرحلة بعدها في صلة وصل لابل بروحة وهذا بروحة وهذا مقاين أجهزة هذه جزء منها الناس لا تزال الأجهزة لا تستطيع تفصل الفصل الدقيق فلا تزال هذه الشركات معتمدة على بشر لذلك هي مكلفة وامانة الله كيف حركت هذا السوق في الدولة نعود ونحن نلقا معها وخبرتنا عن هذا الوضع وكيف يحدث سبحان الله تستغرب من حجم الشيء الذي يحدث لأنه معتمد على العنصر البشري فهو مكلف ما زال لذلك الأشياء الصغيرة التي نفعلها كمستهلكين تفرق كثيرا بالنسبة للشركات إذا تستلم شيء جاهز مثلا فيه فقط الدبات فقط في الغطية فقط كم الذي عاد تدويره 12% 16% على مستوى العالم على مستوى العالم حسنا عالميا عالميا هذا الرقم عالم حسنا ما هي الدولة التي في المركز الأول في موضوع عادة التدوير وكما نسبة عادة تدويرها لا يحضرني رقم لكن الذي أعرف أن موضوع البلاستيك بالذات من فترة صار فيه نقاش كبير على موضوع أنه وضبع وفيه سياسة وفيه أمم التحدة وفيه اتفاق عالمي على أن لا يجب أن تتخلص يعني يصير حد من البلاستيك يجب أن كل دول تتبلل سياسات تتعلق يعني في بعض الدول قالت خلاص أنا لا أتمنع البلاستيك غير شر لا أتمنع البلاستيك طبعا هذا تحدي غير عقلاني مرات لأن البلاستيك في كل شي في حياتنا بابدال رزيز لا تستطيع من البلاستيك صحيح ومرة ثانية كما قلت المعرفة ونتعلم من بعض كذلك هذا جلستنا مع أخنا مريم ويتفاديتنا فعلا البلاستيك لا تستطيع تتخلم البلاستيك موجود في حياتنا قصة كلها يجب أن نتعامل معه تعاملنا معه وليس يفرق معنا بشكل كبير اليوم كان لدي جرد سبحان الله اليوم كان لدي جرد في البيت في بلاي ستيشن مع العيال قبل كامل سنة عندي مثل ستور وويرات وكيبلات ومادر كيف شليت اليوم والعاب قديمة وهذا فسبحان الله شليت اليوم الأغراض هاي اللي عندي كلها وشغلتم كلها وكرفتم اليوم وياي حليلهم تعبوا شلينا الأغراض كلها وسرنا وين في الخوانيج في اللاست اكزت شيء كان لعادة تدوير الإلكترونيات فأنتي شاشة جديدة بعد مكسورة ومادر كيف ما تصلح وائد أشياء الطريقة اللي يمسوينها الجماعة يعني الله يعطيهم الصحة والعافية صراحة الموضوع رائع جهود طيبة يعني زاهم الله خير في يا أخي أنا ارتحت عيالي عندهم موضوع ما شاء الله العيال صحيح اللي بتكلم واحد عمره عشر سنوات تروايد غير عن النحن يوم عشر سنوات طبعا هناك وعي الآن نعم هناك وعي يفهم ويعرف التغير المناخي يفهم سستينيباليتي يعرف فالعيال هم مستانسين وأنا مستانس والله حيث يا أخي نحن هذه من ضمن الأمور اللي يجب فعلا يكون في دورنا نحن اليوم شو لو تكررت لو أنت وابو بكر ومحمد تخيل الأثر تخيل الأثر تخيل الأثر ولكن للأسف شوف هذا شيء ما عيبني يوم شفتنا فتحت مال الإلكترونيات لاحظت أن هناك أشياء داخل لا علاقة في الإلكترونيات هناك أشياء داخل مع قوغا ولكن هناك أشياء لا لها داعي فعلى الشرح الذي تفضلت فيه وشرحت لي الشغل والمجهود أنت ضعفت المجهود الذي يجب يبدله لهذا الذي يفرز ويسوي سويته دبل تعبته زيادة لا يوجد تكامل لا يوجد تكامل ولكن الحمد لله هناك تطور ويوجد تحسن حتى من ناحية الوعي نعم من ناحية الوعي ناس أشوفها وعية أكثر بعد تركز على أهمية الموضوع هذا وتفهمها وماذا تفضلت الوعي تعرف أن العجال يديده وهذا شيء مبشر لكننا اليوم قرارات حق اليوم قرارات يسوونها الكبار لأننا نحتاج الوعي عند الكبار أكثر يعني ما علي الشباب الحمد لله واعيين والجدام أضمن لك يعني هدافة المستدامة أكثر إطار عالم اليوم الناس تعمل عليه لما يسووا عليه التصويت خلال ثلاث سنوات سبعين فيلمية منهم كانوا شباب لتحد ثلاث سنة أكبر مبادرات وريادة العمال المجتمعي على مستوى العالم التي فيها مشاريع تدعم هدافة المستدامة يسوونها شباب فاليوم هذا الملف على المستقبل القيادة الرشيدة لموضوع الاستدامة اهتماما كبير وهذا ليس من فراغ بالأكس من ضمن الأمور التي تعطينا بعد النظر عند القيادة الرشيدة بالضبط نستضيف كوب 28 هذا بحد ذاته دليل كبير على دور دولة الإمارات حكومتها في موضوع الترشيد والاستدامة وغيرة كل ما يتعلق بموبيليوم يتعلق بحياة الإنسان 100 سنة جدام 200 سنة جدام استمرار البشرية لكوكب نعم بالضبط بعاشا استمتعنا الله يرضى صراحة ما شاء الله أنت من الشباب الذين تشرفنا بمعرفة هم فترة التي طافت ومشاء الله عليك نشط ودورك كبير في نشر معرفة دون مقابل هذا قدر الله يبارك وأتمنى لك كل التوفيق وظن اليوم هذا دور اليوم الناس مثل بعاشا اللي يبعونا الفايدة بالضبط فهذا اشكرك عليك الله نحن نتشرف وجودك اليوم وانا أكد على أهمية دورك باب العزيز بهذا البودكاست الذي تعمل اليوم نتحدث في البداية عن موضوع الوعي وموضوع المعرفة وموضوع المحتوى العربي نعم نحن نعاني من شح أنا أتحدث عن مجالي عن شح في موضوع المحتوى العربي للاستدامة لذلك حتى اليوم الدور اللي قاعدين نعمله هذا هو دور من إيمان من في قضية في شح في الموارد وفي شح في المعارف فاليوم أنا قاعد أعمل فيديوهات وعملها رسوم وعملها فيديو وعملها تكست وعمل خبر وعمل ما أدري والحمد لله متوفقنا حاليا لدينا رعاية من دو على أن نحن مع البودكاست متخصص في الاستدامة الغرض أكلمنا أن الوعي الريد الوعي يرتفع عند الناس وهذا المحتوى العربي يزيد ونحن نشجعه باللغة العربية مرحباً الله يرز شكراً الله يطلب يبرك شكراً شكراً سلام